على مدار الساعات اللي فاتت ولا حديث الا عن نائب رئيس النادي الاهلي السيد العمري فاروق وزير الشباب والرياضة السابقة وارجوك ركزوا معايا اوي في هذه القصة لانها قصة زي السينما كده بعدما الانتخابات تمت في اجواء رائعة جدا الكل اشاد بيها رئيس اللجنة القضائية اللي كان موجود اعلن النتيجة ولم يتحفظ على اسم السيدة العمري فاروق وشالوا للاخر وقال لان ديليا لايحة قصة واعلن فوزه وبعد الاحتفالات وفي ذكرى القضية ممكن في ظل احتفالة الاهلي بالمباراة اللي خدوا فيها بطولة كاس افريقيا وخلافه فوجئنا بان الجهة الادارية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بترفض اعتماد فوز السيد العمري فاروق لما تيجوا قبل ما اقولوكوا ليه احكي لكم خاصة حاولوا تفكروا معايا يعني ايه الاهلي العمري فاروق بعد ما اعلن انه حيفوز بالتسكية لانه كان المرشح الوحيد ترشح الدكتور وليد الفيل وهو عضو الجمعية العمية في نادي الاهلي وسبق له الترشح اكثر من مرة ولم يوافق ولكن فجأة اعلن انه حيترشح لنائب رئيس النادي الاهلي راح الاستاذ وليد الفيل قدم الورق اللجنة اعترضت بودرية الشباب والرياضة اعترضت لان كان ناقص ورق قالوا ورقة التجنيد وورقة الفيش والتشبيه قالوا التجنيد هو تجاوز سن التجنيد والطلب اساسا فدي مش مشكلة خالص فين الفيش والتشبيه ما قدموش فالاهلي اعلن استبعاده فالسيد وليد الفيل راح للمحكمة الادارية القضايا الاداري راح للقضايا الاداري حصل على حكم الحكم بيقول ايه بيقول ان من حقه ان يرشح للانتخابات حلو الاهلي قال انا ما عنديش مانع يلا هحطه راحة وزارة الشباب والرياضة راحة مقدمة دعوة امام محكمة امور مستعجلة لوقف الموافقة على وليدي الفيل هو ايه اللي دخل وزارة الشباب والرياضة هين هي اهتمت كده ليه هي عايزة العامل فاروق ينجح لوحده ليه اعترض الاهلي ايه انا بقول لكم بصراحة جواليس الاهلي قال لا وزارة الشباب والرياضة مقدمة في القضايا المستعجل حتى لو القضايا المستعجل اوقف القضايا الاداري زي ما حصل مع المجلس الاستاذ مرتضى منصور بالظبط القضايا المستعجل طب لو اوقف والاهلي ما يسجلش وتبقى الانتخابات بطلة فالاهلي قال لا راح رايح للقضايا الاداري ومقدم وقلوم انا عايز الراجل ده يدخل الانتخابات انتو اخدين بالكم من المسلسل لو اربوكو انا عايز وليدي الفيل يدخل الانتخابات قصاد العامر فاروق انا مش عايز اطعم راح وزارة الشباب والرياضة ومعها المراضي اللجنة الاولمبية راحها للقضايا الاداري وقالت لهم لا احنا رفضين انه يدخل ابدا مش هيدخل الانتخابات انا نفسي وكتير جوه النادي الاهلي كانوا بسأله هو ايه اللي وراء الموضوع هو ايه الحرص من وزارة الشباب والرياضة ده امر يخص الاهلي فاذا وافق هو اللي علي الطعن اصلم يطعم تدخل الحميم ده فقاله والله كانت تدخل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية كمان ايه الحب العالي ده الاثنين راحوا يقولوا لا احنا مش عايزينه يدخل موقف غريب جدا يا جماعة راحت القضية قدام مجلس الدولة الاهلي بيطلب دم وليدي الفيل لقائمة الانتخابات احنا متضمنين وعايزينه يدخل الانتخابات قصاد العامر فاروق ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بيقولوا ابدا المحكمة في النهاية قالت لا ليه لان كان هناك سؤال لما قدم الفيش والتشبيه الدكتور وليدي الفيل وهو كان موجود في الانتخابات ورجل محترم جدا كان الفيش والتشبيه بتاريخ قبل ما يقدم المرة الاولى فالقاضي سأل وقال هو دكتور وليدي الفيل يتقدم في الانتخابات قبل كده اهو اه يعني يتقدم اكتر من مرة المحامب بتاعه قاله اه قاله طب ليه التاريخ قديم يعني هو عارف ان الفيش والتشبيه كان يجب يتقدم ما تقدمش والغى تسجيله في الانتخابات لحد كده انا بس بقولكو شغلوا دماغنا مع بعض وفكروا هو ايه دور وزارة الشباب واللجنة الاولمبية في ترشيح واحد والاصرار عدم دخوله بقى العمر فاروق لوحده اللايحة بتقول ده جزء من اللايحة الاسترشادية اللي الاهل لما عمل لقيقته الخاصة خدها لانها مناسبة قالك اي حد يترشح بالتسكية محتاج 25% من الجامعية العمومية الصحيحة علشان ينجح ويتقابل تسكيته خلونا اقولكو اكون دقيق يعني ايه يعني تيجي الجامعية العمومية وهو يبطى انعقد تعمل الموازنة تقول يا جماعة احنا العمر فاروق هيترشح بالتسكية مفيش حد اقصاده موافقين موافقين من الجامعية العمومية اللي كانت 22000 يعني 5000 لكن كان هناك سابقة نادي الظهور اكتر من نادي عمل كده ونادي سموحة كان عندهم ناس بالتسكية واللجنة العمومية عدت واعتمدت تعالوا نشوف الخطاب بتاع نادي الظهور لما بعت الخطاب اهو نادي الظهور السيد الاستاذ الدكتور عادر ردوان رئيس الادارة المركزية للاداء رياضي وزارة الشباب والرياضة رئيس مجلس الادارة سيادة المستشار محمد الدمرداش المستشار الدكتور محمد الدمرداش بيقوله توفيرا وراحة للجامعية العمومية احنا الاسماء اللي داخلها بتتحط في القايمة عايزينكوا توافقوا على ان اللي نجحين اللي هينجح اللي مرشحين بالتسكية هيتم التصويتها لهم من الجامعية العمومية هي اللي هتصوت عليهم من ما هي الجامعية العمومية فانت محتاج خمس تلاف هنشوف انت من حقك تدخل المرشح بالتسكية وتقول لا غير موافق غير موافق لما جابش خمسة عشرين في المية يسقط ما ينجح ده الخطاب الذي تمت الموافقة عليه هاته الخطاب التاني بتاعه اللي ظهرت فيه النتيجة واعتمدت من نفس مدرية الشباب والرياضة اللي في القاهرة يعتمد وهدي اللجنة القضائية معتمدة وتمت الموافقة على اعتماد فوز القاتي اسماؤهم فيهم ثلاثة أو اربعة بالتسكية صعبة وما فيهاش حاجة على فكرة من الجماعية العمومية اللي اختارت جوم عند الاهلي وقال لك لا استنوا بقى الدون نائب رئيس نادي يا نادي ياللي بتكسب ياللي رفع على مصر لحد الجماعية العمومية القادمة لابد تكون جماعية عمومية عادية وليس الطريقة فننتظر لشهر يوليو علشان نجمع جزء من الجماعية العمومية ونقول لهم موافقين على تسكية العمر فاروق فيقول لك اللي ما احنا صوتنا ده واخد تسعتاشر الف وسبعمية ده جايب اربعة وتسعين في المية مش خمسة وعشرين في المية نصوت تاني وبأدينا علشان الرجل يمارس مهمه تفهموا ايه من اللي انا قلتو ده كله الاهلي طلع بيان وانا هقول لكو السكة يعني الازلم يتدخل المسؤولين والعقلاء ده بيان الاهلي للمرة التانية قاعد يشرع وهو مش فاهم انتو طلبتوا جماعية عمومية فانجبتلكوا جماعية عمومية قلت خمسة وعشرين في المية الرجل جاب أربعة وتسعين في المية انتو كنت عايزين الناس ترفع ايديها الناس وقعت على ورق بتقول الراجل بحنا عايزينه وكان شديد الله في النهاية اعتقد ان الامر سيصل الى سيتدخل احد او مسؤول او رجل رشيد ويستجيب لقرار النادي الاهلي الاحتمال التاني هو تدخل اللجنة القضائية نفسها التي ادارت الانتخابات واعلنت الانتخابات الحل التالت نذهب لمركز التحكم والتسويق الذي لا يعترف به احد مش عارف عاملينه ليه الرابع نذهب الى القضاء العادي من الذي يلعب في وقت مصر من الذي يريد ان يشتتنا في قضايا تفع انا بقول لكم قضية تفع واحد واخد اربعة وتسعين في المية جماعية عمية عايز سامل ايه هو ايه العقد ايه المشاكل هو ده القانون ده احنا نجيب لكم في القانون حاجات كتير جدا يا جماعة انتم مش راضين تنفذوه ده القانون نادي الاهلي نادي الزمالك الانتخابات الكبيرة يا عمي الجماعة العمية صوتت خلص ما يحدث غير طبيعي وراءه اصابع مش عايز البلد تهدى يومين عايزين نواجع دماغ عايزين ندعو الجماعيات العمية عايزين نعطل نفسنا عايزين احنا ندب في الاعلام في كلام فاضي ربنا يسامحكم ربنا يسامحكم بجد